قال سمو شيخ ذياب بن محمد بن زايد آلنهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأوسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية إن الشراكة مع الجمهورية التركية تأتي لتعزيز سبول التعاون وتبادل الخبرات في مجال العمل الاجتماعي وتطوير مركز الشيخ زايد لرعاية الأطفال مشيرا سموه إلى أن رعاية الأطفال وضمان حصولهم على أفضل الخدمات الصحية والتعليمية هي أساس بناء مجتمعات متماسكة وقادرة على المضي قدما في مسيرة التنمية والازدهار وأكد سموه أن الاستثمار في صحة وتعليم الأطفال هو استثمار في مستقبل أكثر إشراقا للجميع مستلهمين إرث زايد الخير الذي سيظل مستمرا في جميع مجالات العمل الإنساني والخيري جذلك بمناسبة توقيع وزيرة تنمية المجتمع ومؤسسة زايد الأعمال الخيرية والإنسانية مذكرة تفاهم مع وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية في الجمهورية التركية بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال العمل الاجتماعي إضافة إلى إعادة تطوير مركز الشيخ زايد لرعاية الأطفال في إسطنبول بقيمة 40 مليون درهم ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية دولة الإمارات الهادف إلى تعزيز شراكاتها وتوطيد علاقاتها مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة والتزامها المستمر بتعزيز التعاون وتحسين حياة الأفراد والشعوب في مختلف أنحاء العالم كنهج إماراتي راسخ ومستمد من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل هيان طيب الله ثرى اشتركوا في القناة